للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم معي الكاتب والأكاديمي الأستاذة الدكتور كاظم المقددي أهلا بك دكتور كاظم أبدأ معك من الحملة التي نفذت على مكاتب بيع البحوث والأطاريح أبحث معك عن إمكانية الحد من هذه الظاهرة إن كان بالإمكان خاصة أن كتابة الرسائل والأطاريح أصبحت للأسف أمر مشاع تفضل نعم شكرا لإستضافة تحياتي لكم ولي كل مشاهدي قناة الرشيد الحقيقة هذا الموضوع مو جديد أنا أتذكر كان عندي برنامج صاحب الامتياز 2009 كلفت أحد المحررين كان الزميل ميناس السهيل وذهب الباب المعظم موجودة نفس المكاتب بابنا عظم اللي هي أساسا تستنسخ رسائل الماجستير وطاريح الدكتورة هي تخلي إعلانات أنهم مستعدين نحن أيضا نكتب يعني الرسائل أو الأطاريح يعني هو الموضوع حقيقة مو جديد لكن يبدو لي مع الاستسهال الموجود بالتعليم العالي للأسف وما جان وزير فعلا حد من هذه الظاهرة هذه الظاهرة خطرة جدا أنه واحد يتخرج يأخذ يعني ماجستير في موضوع معين أو دكتورة في موضوع معين وبالنسبة هو ما لا علاقة بهذا الموضوع كتب له يعني هذه الظاهرة الآن يعني ما أدى متأخرة جدا أن تكون هناك لجنة يعني المجلس النواب تتحمل أو تحاول أن تحد وأنا أعتقد لا يستطيعون الحد من هذه الظاهرة لأن هناك أيضا جيوش حقيقة فيها للأسف في وزارة التعليم العالي اللي هي ربما أحيانا ليست لها أدنى سلطة للحد من هذه الظاهرة يوجد جيوش مؤثرة من الفاسدين أن تبقى هذه الظاهرة كما هي وكان القضية ممنهجة لتدمير العلم في العراق وهو للأسف وتدمر تماما من خلال هذه الفضيحة أخير في فضيحة الجامعة الإسلامية في بيروت وجامعة جنان وجامعة حديث هذه آخر الفضائح ولهذا التصنيف العالمي أستاذ كاظم خالج التصنيف العالمي كدولة أكثر من أن يكون هناك اعتقال لأصحاب هذه المكاتب ما الذي يحد من هذه الظاهرة من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد هناك مستفيدين من هذه الظاهرة بالمناسبة كثير من الجامعات الأهلية للأسف يعني طبعا يفترض بنا أيضا أن نشير إلى بعض الجامعات الرصينة اللي بقت حقيقة وأحيانا ربما أذكر أسماها يعني كلية المنصور ما زالت رصينة بعض الكلية الآن جامعة أوروكي يعني جامعة رصينة وبعض الجامعات الأخرى لكن للأسف معظم الجامعات الأهلية أيضا يعني لا لا للأسف يعني طريقة التدريس يعني شوف اليافطة هي يافطة علمية لكن الاستثمار صار هو الأساس هذه الظاهرة بالجامعات الأهلية بدت أيضا حقيقة تستوقفنا كثير يعني يفترض أن تكون هناك دراسة جدية لأن أن تكون الجامعة الأهلية أيضا منافسة للجامعات الرسمية في كل العالم بالمناسبة الجامعات الرصينة المشهورة جدا هي أهلية مثل جامعة أكسفورد في لندن وجامعة هارفورد في أمريكا وجامعة السوربون كلها جامعات أهلية هي منافسة للجامعات الرسمية نحن لم يوجد عندنا هذا أنا أعتقد يفترض أنا بتقديري مرة أطرحت فكرة أن تكون وزارة التعليم العالي هي وزارة مستقلة بعيدة عن التسييس بعيدة عن الأحزاب بعيدة عن السياسة لأنها جامعة علمية بالنهاية نحن العلم يعني قائمة نقول العلم وزارة التعليم والتربية أيضا والصحة من الوزارات المهمة اللي لها علاقة يعني صميمية مع المجتمع العراقي نحن كيف نخرج الآن على سبيل المثال يعني هل يعقل الآن طباء أيضا يعانون من البطالة طباء أسنان هذا السيل من الخرجين في الجامعات الأهلية يفترض مقابلة أكو أكو وظائف لهم يعني بين الحقيقة المدخلات والمخرجات الآن في الجامعات الأهلية وحتى الرسمية ماكو ضبط ماكو تخطيط أبدا ونشوف الآن المظاهرات مستمرة للخرجين يطالبون بالتعيين إذا إلى متى أنا مرة فعلا أجبني قرار نقابة المحامين يعني طلبوا الحد من قبول أو علاقة تنظيم القبول بالقانون خاصة في الجامعات الكليات الأهلية النوهاي الجامعة متتحمل أو كل أهلية متتحمل مئة واحد يقبلون أربعمئة واحد هذا حدث في جامعات حتى في حقيقة في الإعلام أيضا يعني هو حتى لو تم تنفيذ هذه الحملة هناك من يقول يعني أنه ستبقى هناك طرق للاتفاق مع المكاتب بشكل أو بآخر لا يفترض أن تكون هناك إجراءات خاصة بالكليات لمنع هذه المهزلة إن صح التعبير يعني يفترض سيد رئيس الوزراء الآن وهو الرجل المتابع جيد نعم سيد محمد الشاعر السوداني أن يهتم بقضايا هي قضايا التعليم التعليم هو عصب الحياة هو الواجهة الحقيقية للمجتمع والواجهة الحقيقية للبلد في الخارج يعني نحن الآن محرومين من التصنيف العالمي دائما كلياتنا خارج التصنيف العالمي في حين الآن دول أعتبرها حديثة مثل الإمارات دول الخليج الآن وصلت إلى مراحل متقدمة في التعليم يعني هذا الشيء محزن جدا أنا أعتقد السياسة التعليمية كما قلت يجب أن يكون الوزير مستقلا بالدرجة الأولى وأن يؤتمد أيضا في هذه الوزارة في قضايا التخطيط على علماء وخبراء وما شاء الله عدنا من الموارد البشرية ومن العلماء والخبراء يعني ما يكفي لأن تكون هناك نهضة علمية حقيقية هذا ما موجود لحد الآن يبدو لي أن الحرص ما زال ضعيف جدا ونشوف الاستسهال هذا في قضية الحصول على الدكتوراه والماجستير لغرض التعيينات وزيارة الرواتب بالنسبة للموظفين أو هذا يعني أنا أتذكر احنا كنا ندرس الماجستير ست طلاب فقط والدكتوراه أربعة الآن الماجستير والدكتوراه صار الصفوف بكالوريوس بحدو ثلاثين أربعين طالب أمامك هاي كارثة كيف أنا أوصل كأستاذ جامي أكاديمي أوصل المعلومة لأربعين طالب بالدكتوراه لا يمكن هذا يعني هاي يجب أن حقيقة الانتباه إليها وللأسف أما هاي قضية كتابة يعني بالنسبة لدور المشرفين إن سمحت لي ما دورهم على الرسائل والأطاريح والطالب يأتي بالفصول كاملة وهو ربما لا يفقه منها شيء هل تجد أن هناك تقصير أو تهاول ربما حتى من بعض المشرفين نفسهم يعني هي مشكلة صارة يعني لما يحضر المناقشة عشيرة الطالب بالدكتوراه العشيرة جاية تحضر يعني والواسطات والقضايا الأخرى والتأثير كما يحدث الآن بالمستشفيات كيف يكون التأثير على الطبيب أيضا على الأستاذ المشرف وعلى لجنة المناقشة أيضا هناك ضغوط حقيقة مستمرة وهناك أيضا بعض الأساسة بعض الأساسة هم أساسا متهاونين وما يمه يقول لك مشيها وخلاص وهذا أنا أعتقد جلم بحق العلم والتعليم في العراق يعني هذه أيضا يجب أن يؤطى حقيقة الأستاذ المتمرس الأستاذ الموجود رئيس لجنة المناقشة أن يؤطى الحرية الكاملة لمعرفة هذا الطالب هل هو فعلا هو كاتب طرحة الدكتوراه أو رسالة الماجستير أم كتبت له هذا الموضوع لحد الآن غير مطروق ويقول لك خلاص هو جايب لي رسالة ومكتوبة أنا ما مسؤول فهي الحقيقة نوع من التنصل من المسؤولية العلمية أحيانا نجدها بعض الكليات وأيضا في المناقشات أتمنى على الزملاء يعني حقيقة الأخوة الزملاء الأساتذة وهم أساتذة حقيقة أجلاء الآن ما زال عندنا يعني قسم كبير وعدد كبير من الأساتذة الأجلاء الموجودين في جامعة بغداد في جامعة المستنصرية وبعض الكليات أيضا جامعة بابل على سبيل المثال أدنى لمازال لكن هناك حقيقة نوع من أشوف من التيهان يعني أنه لازلنا لا ننتبه لهذه الظواهر التي الآن أنتم مشكورين طبعا نعم تحاولون تأشروها نعتبرها ظواهر طبيعية وبسيطة وعادية لا هذه ظاهرة خطيرة جدا أن يأتيني هذا الدكتور كيف رح يدرس طلابه وهو أساسا كتبت له طرحة الدكتوراه كيف هذا اللي عنده ماجستير يدرس طلابه وهو سرق هذه الماجستير تدين بعض الجامعات سرقت منها جامعة حكومية أيضا موجودة سرقت منها كثير من طاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير وذهبوا بها إلى الهند إلى الطلاب العرب والعراقي يدرسون بالهند طبعا بالهند تترجم إلى الإنجليزية والضيع الشارع اليوم عندنا بالذكاء الاصطناعي مصيبة أكثر ستصير أيضا بالتأكيد فقدنا حقيقة مخاطر أرجو لوزارة التعليم العالي أرجو منها أن تنتبه لهذه الظواهر الخطرة لأن شعب بدون علم شعب بدون جامعات حقيقية علمية حقيقة كيف يعني هويته هو هوية الشعب هو الهوية العلمية الأساس إذن الكاتب والأكاديمية الأستاذ الدكتور كاظم المقداري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك